اهلا بكم ضمن اطار مساعيها لزيادة اعداد السياح الوافدين الى المملكة بعد انقطاع ازمة كوفيد نايتين خاصة من المملكة العربية السعودية الشقيقة اعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض تتشين حملة جديدة كليا بعنوان ولهن عليكم والتي سيتم اطلاقها عبر ثلاث مراحل على مدار العام وستركز على الترويج لعوامل الجذب والتجارب الفريدة بمملكة البحرين والتي تمنح الزوار ذكريات لا تنسى الحملة تهدف ايضا الى التواصل مع القطاعات المتعددة خلال هذه الاوقات الصعبة واعادة تنشيط قطاع السياحة على الصعيد المحلي علاوة على المجالات الاخرى المعنية والمرتبطة به بغية الاستمرار بتطوير هذا القطاع الحيوي الهام وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوقت وحول هذا الموضوع سرنا ان يكون معنا في استوديو البرنامج الدكتور علي فولاد مستشار السياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض للحديث عن هذه الحملة ولكن بعد التقرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين مرة اخرى وحول هذا اللقاء سرني ان يكون معي الدكتور علي فولاد مستشار السياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض القائم بأعمال مدير ادارة التسويق والترويج السياحي مساك الله بالخير دكتور مساك الله بالنور يعني كلنا نعرف ان في قطاعات كثيرة تضررت بفعل جائحة كورونا يمكن على مستوى العالم احنا ما نتكلم عن البحرين بس على مستوى العالم قطاعات مثل السياحة السفر تنظيم الفعاليات من مؤتمرات وغيرها هذه فعاليات او قطاعات تأثرت بشكل مباشر ومن ضمنها البحرين طبعا انتوا في الهيئة تسعون باذن الله لمرحات ما بعد كورونا والعمل بدأ من الان لان تكون العودة قوية عودة ان شاء الله تكون مذوية مسموعة لها صيد لذلك بديتوا الحين بحملة اسمها حتى بحريني ولهنة عليكم كلمنا عن هذه الحملة دكتور والله ضمن توجيهات سعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس ادارة هيئة البحرين للسياحة والمعارب ومتابعة من سعادة المهندس نادر خليل المؤيد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارب تم تشكيل فريق من ضمن ادارة التسويق والترويج السياحي واتشرف ان يكون هذا فريق متكامل فريق وطني كل اعضاء من الزميلات في العمل هذا الفريق قدم خطة متكاملة بالنسبة لما بعد كورونا وتمت الموافقة عليها من قبل سعادة الوزير وسعادة الرئيس التنفيذي هذا الخطة مثل ما تفضل سميناها وليحنا عليكم وبالانجليزي رح نلتقي نعم رح نلتقي إن شاء الله هي الله يسلمك تمر بثلاثة مراحل المرحلة الأولية اللي هي الإلهام المرحلة الثانية اللي هي التشجيع ومرحلة الثالثة اللي هي التحول تحول الإلهام إلى واقع الإلهام طبعاً ويعتمد على التسويق الرقمي وكيف نحن نحاول نستقل وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر قدر ممكن وأتى هذا الفريق برأسة رئيسة العلاقات السياحية وعضاء رئيسة العلاقات التسويق والخوات في المسؤولين على التسويق الرقمي فريق نسائي دكتور فريق نسائي زميلات يعني زميلات وتشرف كلها فريق نسائي كلها فريق نسائي وتشرف أن نحن يعني اللي شوفها هذه العمل وهذه كلها من أهمة يعني بشكل رئيسي فالإلهام اللي هو كيف نعطي المشاعر ونرجع من ضمن هموم العالم والناس همومهم ويجاعة الكورونا 19 أن كيف نحن نعطيهم رويهم صورة البحرين سواء وأن البحرين ليست بس التسوغ اللي هي الشابينج مولز والسن لا هناك في كثير من الأمور الثانية أكثر من التسوق والمطاعم والمطاعم والفعاليات فعاليات نعم أماكن تقدر تزول أماكن طبعا هناك أماكن اللي تم تشجيلها بالتراث العالمي وتم اعتمادها من قبل منظمة اليونسكو اللي هي قلعة البحرين وعندها المدافع عالي وعندنا الطريق اللولوف المحرق عندنا الأسواق الشعبية عندنا الحراف عندنا إلى آخر وكثير من الأمور فهذه كلها حطيناها في حساب اسمه بحرين أور زيورز أرابيك وهي والهاشتاغ مالها ولهنا عليكم بحرين بحرينكم بحرين بحرينكم فبالتالي اشتغلنا بهذه وربطنا بحسابنا الكبير اللي هو الرئيسي التورزين بي اتش فبالتالي عطينا نوع من الحملة اللي هي الصور وإلاخر وكذا اللي تراوي ما هي البحري وما هي اللي تمتاز به البحري وبعدين الله يسلمك من هذه المرحلة دخلنا في التشجيع دخلنا نتكلم على مرحلة الإلهام لو سمحت يعني المرحلة ذي هدفها يعني تحفيز الناس اليوم الناس كلها قاعدة في بيوتها التطبيقة اللي التباع على الاجتماع حتى لو تطلع الطلعات بسيطة بس ما في الحياة الطبيعية اللي الكل يشتاق لها ووله عليها إذا نشتاق من ذي الكلام فالناس اليوم لما تكلمها وتسولف معايا يقول لك بس خلت تخلص هذي وبسافر شذي وباروح شذي وباروح هني فأنتو قاعدة تستغلون ذي الفترة والليوم الناس أغلبهم موجودين يحاولون يعني يكونون يعني متواجدين أكثر في السوشيال ميديا في مواقع التواصل فأنتو قاعدة تستغلون مواقع التواصل وتستغلون رغبة الناس إن شاء الله يعني الأشعورية للتعويض النفسية أن يعوضون بعد ذي كله إن شاء الله بأنهم يسافرون بأنهم يستنسون وإذا كان على مستوى البحرين يبنوا لحوم مطاعم يبنوا لحوم أماكن السياحية الداخلية هذه مرحات الإلهام هي الاستغلال هذه الأجواء هذه الأجواء هل فهمنا صحيح؟ وتوجهها بيكون حق الدول الخليجية بشكل رئيسي المملكة العربية السعودية والكويت فهذه هو وخاصة لما تلاحظ من كل الدراسات السياحية التي طلعت مع جادحة كوبيد أن مع ما بعد كورونا بيكون السياحة تنطلق أكثر شيء السياحة الداخلية والسياحة الإقليمية القريبة ونحن بالنسبة لنا الخليجية المملكة العربية السعودية الكويت الإمارات من خلال المنافذ اللي عندنا منفذ ملك جسر جسر ملك فهد مطار البحرين الدولي ما شاء الله الجديد الآن اللي هو مع افتتاحها بيشرف فبيكون هذه المنافذ هي اللي بتستقطب الأعداد الهائلة واللي نسمعها يوميا أن الكل يبي إيي وإيي ويزور البحرين نعم هما ولهوا على البحرين وإحنا ولهنا بالعكس احنا في هذه الهام نعكس صورة الناس الناس اللي في البحرين كلهم ولهوا على أخواننا وأهالينا في الخليج صحيح والعكس صحيح بالنسبة حق أهالينا وحق في المملكة العربية السعودية جميل وإن كذلك في بالهم أن البحرين نعم فأنتو تنتقلون من مرحلة الهام إلى مرحلة التشجيع نعم والتي تستعرضون من خلالها شنو موجود في البحرين البحرين مثل ما تفضلت يعني أي بنية سياحية في العالم محتاجة بنية تحتية من طرق ومواصلات وفنادق وأماكن سياحية تحتاج مواصلات واتصالات قوية وهذه كلها موجودة في البحرين تحتاج شعب مضياف وتحتاج الخدمات المختلفة وهذه كلها موجودة في البحرين كلها موجودة لأنتو في مرحلة التشجيع قاعدين تخدمون هذه الرسالة من خلال ماذا فيديوهات من خلال ماذا دكتور والله الفيلم الذي شفته الآن أو الأخواني المشاهدين أكيد ألقوا نظره عليه وهو طبعا انتشر بشكل كبير في الخليج يعني وصار عليه قبال وكثير يعني شكر عليه هذا الفيلم يحكي اللي هو البحرين زين طبعا المواضيع التشجيع اللي هو في كل شي حتى الحرف اليدوي كلها بتكون سلسلة من هذه بتكون الطعام البحريني بيكون المرافغ البحرينية التشجيع نتحول من الإلهام إلى صورة حقيقية كذلك في التشجيع بنضيف أو بنلقي الضوء على ما امتازت بالبحرين بالنسبة للمواجهة جاعة كورونا 19 اللي هو وتميزت بمملكة البحرين اللي هو الوسائل الصحية اللي امتازت به ونحن طبعا الكل يدري نحن الحمد لله رب العالمين الدولة الخليجية اللي لا امر علينا على مثلا اغلاق أو الاخرة الامور كانت ماشية تمام فيه اعتبارات اعتبارات صحية والشكر الكبير لللجنة الوطنية لمكافحة هذي برأسة سيدي سمو العهد فهذه كلها احنا بنظهرها في الأفلام وفي الوسائل الاتصال الاجتماعي ونوضح للزائرين انما تمتاز بالبحرين فعلا من الامور الصحية والسلامة وإلى آخر إذن الحملة تستهدف مرحلة ما بعد ما بعد كرون مثل ما تفضلت لأن الكل راح ان شاء الله ودراسات تقول راح يكون هناك عودة قوية للسياحة قد تكون تدريجية في الجانب الاقتصادي تعويض الخسائر لكن كسياحة راح تنفتح خاصة في الأماكن القريبة ومتوقعا ان شاء الله بعودتها بفتتاح جسر ملك فهد وعودة السيارة سيكون فيه اقبال شديد من الطرفين حتى البحرانيين وإلى وعلى السعودين وعندهم أهل وعندهم زيارات دائمة هناك دكتور شنو هي المجالات السياحية أو الأنشطة بشكل عام اللي راح تروجون لها بداية وتروجون لها من خلال هذه الحمد والله طبعا أكيد نحن يعني كل البحرين طبعا مثل ما تدري الفترة الأخيرية يمكن في 2019 استقبلت البحرين أكثر من 11 مليون زائر إذا نجد على المنفذ جسر ملك فهد تتكلم على 9 و7 من 10 مليون زائر فجميع اللي شوفوا أكيد فعاليات البحرين الفعاليات الجميع اللي إن شاء الله الكل يتطلع أنها أكيد بترجع سواء مهرجان الطعام مهرجان الغوص مهرجان البحر الراس السنة والألعاب النارية وإلى آخره حفلات الزواج حفلات الزواج وزينج أنت ذكّتني الله يسلمك أننا نحن كذلك من ضمن حبلاتنا بحرين أورزيوز آربك الهاشتاغ ولهنا عليكم كذلك الهاشتاغ وي والميت كذلك ياسن وجهه إلى الهند ياسن وجهه إلى أوروبا اللي أكيد هذه بترجع وما بتصور كثير عوائل هندية يعني تتواصل معانا ويبون أن يردون بحرين بسرع وقت ممكن ويقيمون أفراحهم وحفلات الزواج وإلى آخره زائد المؤتمرات إن شاء الله في وقته ما بعد فأنا الله يسلمك حبيت أتكررك أن في فترة التشجيع هذه المرحلة الثانية اللي نحن فيها نحاول نغطي كل هذه الأمور الجانب السلامة الجانب الصحي الجانب المتمتاز بالبحرين من مناطق سياحي وإلى آخره وحتى يمكن أماكن قير معروفة نحاول نسلط الضوء جميل والحقيقة الهيئة في السنوات الأخيرة وهذه بشارة الكل اللي امتازت بعملية الابتكار في الترويج السياحي كثير من المهرجانات والفعاليات هي نتاج السنوات الثلاث والأربع الأخيرة الحقيقة ولقت لها صدى مباشرة عند الناس يعني الناس اليوم تنتظر مهرجان مثل مهرجان الشوكولات أو الطعام أو غير الحقيقة يعني ما كانت موجودة لكن يمكن رأس السنة كانت أول تجربة العام الماضي أو في 2019 قد لا نشوفها في 2020 ما ندري لكن لعلا إن شاء الله لكن هي من الأشياء للناس أيضا استمتعت فيها وتتمنى أن تعود هل في جهات يعني تعاونت معكم أو هو عمل خالص للهيئة الآن بشكل رئيسي طبعا عمل خالص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض ولكن أكيد ويالخطوات القادمة خاصة في المرحلة الثانية هي التحول بيكون في تنسيق والآن بدأت التنسيق بدأنا التنسيق على سبيل المثال ويا هيئة هيئة جسر ملك فهد التنسيق بما يخص الحملات الأعلامية يكون حملة مشتركة بيننا وبينهم في حالة افتتاح الجسر والكل طبعا يحلم به والكل يتمنى وطبعا ما بيصير لأكيد حسب الإجراءات والخطة الإجراءات والخطة بلا شك وفي مصلحة طبعا هذا بيكون إن شاء الله في فترة الافتتاح بيكون في فعاليات كبيرة بين هذه نتوقع طبعا حضور أكيد بيكون حضور كبير ولكن التحول اللي هو يعني بيكون الالهام والتشجيع إلى أمر واقع وهي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الثالثة اللي احنا نجسدها من خلال الأفلام السواء في حضور الافتتاح الجسر بيكون في مقابلات ويالزائرين العوائل الخليجية اللي بتزور البحرين تغطية إعلامية كبيرة طبعا وكالات الأنباء وتلفزيون البحرين وإلى آخر اللي هذا الافتتاح لأن بيكون فعلا افتتاح يعني بعد فترة من القلق النسبي طبعا لأن مش يعني مئة في المئة فنفس الوقت نحن شقاليد الآن كهية البحرين السياحة والمعارض على إجراءات السلامة ضمن توجيهات عليا أن الفنادق لكل المرافق السياحية الفنادق الشقق السياحية المطاعم السياحية بيكون فيه إجراءات صحية تلتزم بها وشروط وعجبات هذه الإجراءات الآن مع الجهات الصحية أو أن أشوفها وتقيمها وحسب المعيار الدولي وبالتالي في حالة في موافقها إن شاء الله بيكون بيكون تعميمها على المرافق السياحية ويكون الاتزام فكل هذه الجانب الخطط التسويقية وستخدام الوسائل الاتصال الاجتماعي الشروط والمعايير السلامة والآخرة والبروتوكول ياسين يمشي مع بعض ليه إن شاء الله مع مع خنقول العودة العودة إن شاء الله بدنا يعني إحنا كلنا إحنا نفسنا وإحنا في البحرين ولهنا على البحرين ولهنا على أماكن سياحية اللي فيها ولهنا نروح نقعد ونخرج يعني في الأماكن والمطاعم وما إلى ذلك لكن طبعا الصحة أولا والالتزام بالقواعد الصحية والإشراطات والتباعد عشان نرجع ونعود لكل ذلك لازم اليوم شوين نستحمل ونكون وعين ونكون مسؤولين إن شاء الله إن شاء الله التحول إلى الواقع وهي المرحلة الأخيرة هل في جدول زمني متوقع ولا هو مرهون بعودة الحياة إلى طبيعتها طبعا وبالتدرج المأمول والله هو الآن إحنا في ضمن مرحلة التشجيع حياة البحرين السياحة والبعر والفريق اللي تم تشكيله والقائم على على تنفيذ هذا الخطة يحاول أن ينجزها مع المعنيين سواء حياة جسر ملك فهد وغيرهم أن تكون جاهزة وزارة الصحة وزارة الصحة الجهات الثانية تكون المؤسسات القطاع الخاص كل المرافق السياحية تكون جاهزة في أي فترة أن لما بعد ما يعني حبيت كلمة الجميلة التي تطرحت أن مع الافتتاح أو مع العودة مع العودة بإذن الله أننا جاهزين وهذه طبعا في توجيهات توجيهات عليا وكذلك بشكل رئيسي من سعادة الوزير أن أن نكون في فعلا جاهزين لهذه لهذه المسئلة وإن شاء الله إن شاء الله يعني ما مات المرحلة اللي نحن نصب إليها أن تكون جاهزة لما أتي هذا المرحلة و فممكن في تساؤل ما بعد هذا المرحلة شو بتساوون خاصة نلتقي هذه ولهنة عليكم وإلى آخر هذه كلها بعدها بنقدمها إلى مكتبنا التمثيلي في المملكة العربية السعودية وفي الكويت أن يقومون بها ويواصلون بها بالتضمن إشرافنا وعندنا طبعا مرحلة جديدة بذكون نحن بعد كذلك شقالين عليها نعم إذن أنتوا دائما تسعون للترويج للبحرين وكان هناك أكثر من شعار بلدنا بلدكم وهي شعار مرحلي ولهن عليكم إن شاء الله كلنا نتمنى عودة الحياة وكلنا ترى داخلنا إن شاء الله الأمل والتفائل بأن العودة ستكون أجمل بإذن الله لأنه أحيانا الواحد يعتاد على الحياة التي فيها لا يشعر بجمالها لا يشعر بكثير من النعم لكن إذا نحرم منها لفترة أو في بعض التغيرات التي حدثت يعود للحياة بإنفتاح أكبر إن شاء الله وبتفائل أكبر والذي يعمل اليوم ويحضر نفسها للعودة إن شاء الله ستكون عودتها قوية وتكون مثمرة بإذن الله إن شاء الله إنتوا قاعدوا أن تشتغلون لذي الوقت أتمنى لكم كل التوفيق ألف شكر يعطيكم العافية العمل جميل وإحنا الفيديو جميل شوقنا البحرين اللي هنا موجودين فيها ورد يعطيك العافية دكتور ألف شكر ساعدنا بوجودك وتحياتنا للزميلات اللي يعملون على هذه لأننا فيهم وإن شاء الله أتمنى أن مشاركة أكبر وتواصل ويا الوسائل الاتصال الاجتماعي اللي تقوم بهيات البحرين للسياحة والمعارض وهناك مسابقة عندنا مسابقة لهذه وإن شاء الله في الموقع معروف الموقع إن شاء الله يوصلون لبيدنا يعطيك العافية دكتور شكرا كما أشكركم على حسن المتابعة نترككم إن شاء الله بخير على أمل وتفاعل نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد في أمل اشتركوا في القناة